اشتركوا في القناة وفقدان 34 ألف بالوسط القروية وحسب المندوبية السامية لتخطيط في مذكرة إخبارية توصلت بها شفت فيليوم انتقل الحجم الإجمالي لتشغيل ما بين الفترتين من 10 مليون و891 ألف العشرة مليون و929 ألف أي إحداثا صافيا ل38 ألف منصب شغل في موضوع منفصل الأفادة المندوبية بأن معدل البطالة على المساوى الوطني بلغ 7.8% خلال الفصل الثامي سنة 2015 مقابل 9.3% خلال ذات الفترة من سنة 2014 أي بانخفاض قدره 0.6 نقاط وأوضحت المندوبية أنه بتراجع عدد العاطلين على المساوى الوطني بـ 73 ألف عاطل انخفض حجم السكان العاطلين ما بين الفصل الثاني من سنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015 مال مليون و114 ألف عاطل إلى مليون و41 ألف عاطل مساجلا بذلك تراجعا نسبته 6.6% على المساوى الوطني كشفت المعطاية صادرة عن مجموعة لنظام المقاس الإلكترونية أن البنوك المغربية وقعوا المغاربة على العشرات الألف من شكات بدون رصيد في ضرفه ثلاثة أشهر فقط وضيفة أن الشكات ما زالت هي الوسيلة الأساسية في التعاملات البنكية ورفضت المؤسسات البنكية المغربية حوالي 186 ألف شيك مقدم من ترفيز بنائها مبررتنا ذلك بعدم توفر المبلغ المالي المطلوب في الحسابات البنكية وأتم تسجيل هذا الكم خلال الفصل الثاني من العام الحالي ألاحظا ننتقل إلى مسجدات برصة دار البيضاء التي أغلقت جلسة الأربعاء على إقاع الإنخفاض من إثبات للمؤشرين رئيسي المازي ومديكس ولداني سجل على التوالي من قيمتهم النقص 0.87% والنقص 0.92% وبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 9803.70 نقطة في حين بلغ المديكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة بسمرار في البورسة 8042.70 نقطة بهذا نقوم وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة